السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام تذكر يا صديقي أن الحياة معركة كبيرة ينتصر فيها فقط من أراد وبيبدأ فيلمينة في مدرسة وإحنا شايفين واحدة من ضمن المدرسين بتحاول تهرب من ناس بيطردوها وقوة غريبة مش متشافة بتقلعها دبلتها اللي في إديها وبيحسوا بيها الأشخاص اللي بتجري وراها وبيبدأوا يطردوها من تاني لغاية ما بتطلع المدرسة لأحد الفصول وبتستخبى فيها ولكن بتبقى في تلميذة موجودة مع أن التوقيت بيكون ليلي وفجأة بتختفي التلميذة دي وبنلاقي المدرسة بتحس بالاختناء وبتفضل تتوسل باسم سارة وبتعرفها إنها مش هتعمل كده تاني وما بنكونش عارفين هي تقصد إيه بالزبط وبيتم حدفها مرة واحدة من الشباك وفي وقت تاني بيوصل للمدرس كيفل للمدرسة وبيبقى ده أول يوم ليه وبيلاحظ تحركات غريبة لكنه بيحاول مايركزشي وبيجيله جان المدرس القديم وبيرحب بوجوده ليك أول يوم يعني في المدرسة وبيساعده يصلح العربية بتاعته لأنها بتكون عطلت ومع أول يوم لكيفل في المدرسة بيشوف سارة بس أول معينه بتيجي في عينيها بيفضل ينزف وبيشوفه المدير هاري وبيخدم على الغرفة الطبية بالمدرسة وفعلا بيتعالج وبيبقى قاعد زهقان ومش حاسس بالراحة نهائي ولم تطمن للوضع اللي هو فيه بس لأنه مدرس محترف وكوف بيكمل عادي وبيروح لفصله مع أول حصة ليه ما بيكونش عارف يشغل الشاشة إلا هيشرح عليها وده لأنه متعود على البرد العادية وبيطلب من حد يتطوع علشان يشغلها فجأة بيلاقي الكل رفع إيده وبيبقى واضح إن كل الطلبة في فصله مؤدبين جدا فبيختار واحدة منهم هي اللي تشغل الشاشة وفعلا بتعمل كده وبيلاقي كرسي طالب فاضي فبيسأل على صاحب الكرسي وليه مش موجود ومن ناحية تانية بنعرف إن صاحب الكرسي ده هو جورجي اللي بنشوفه هو واضح على وشه أثار الضرب وهاري بيستدعيني مكتبه في الوقت ده من ناحية تانية بنتعرف على الأنسة هالموز اللي بتبقى بتشرح للتلاميذ الأطفال اللي في المدرسة ومن ضمنهم سارة والغريب إن لما هالموز بتقول حاجة غلط سارة الطفلة بتعقبها من غير ما تتكلم ولا كلمة وبتبقى هالموز بتترجاها إنها تتكلم عادي وما تعملش كده لإنها بتتقلم من اللي بيحصل لها واللي بنفهمه إن هالموز بتحس إن في حد بيضربها بقوة ده غير إنها بتولع في الكتاب وهو في إيديها فبتحاول تخرج من الفصل لكن بتكبرها سارة وهي بتقلمها إنها تقعد فبتكملوا لما بتخلص الحصة بتخرج تشرب سجاير وبتبقى سارة شايفاها من بعيد وزي ما يكون بتخطط للي هتعملوا فيها ولما بنروح لمكتب هاري وبيكون جورجي عنده بيطلب منه هاري يحكي له اللي حصل بس جورجي ما بيكونش فاكر إيه اللي حصل غير إن سارة كانت معاه وبعدها وقع من الشباك على وشه وعلشان كده الجروح دي كلها بتكون واضحة بشدة عليه والتاني يوم في الحصة عند كيفين بيتضح كمية هدوء وشطارة كبيرة جدا عند الطلاب وهم بيحلوا المهام بتاعتهم في الفصل ولما بتخلص الحصة بيخرج كيفين بعد الطلاب وبيقابل جان وبيسأله عن جورجي بس بيكون واضح على جان إنه متوتر ومش عايز يحكي له الحقيقة وبيفضل يكذب عليه وبيقول له إن المدرسة عمر ما حصل فيها أي خناءة من أي نوع نهائي فبيحرجه كيفين وبيقول له إن جورجي واضح على وشه أثار ضرب جديدة فأكيد كان بيتخانق مع حد تاني وبيبقى مصمم يعرف هو مين اللي كان بيتخانق مع ده لغاية ما بيلمح له جان إنه مسيره في يوم هيعرف كل حاجة وبينتهي النقاش ما بينهم وبيكمل جان معاف إنه يعرفه على المدرسين كويس ومن ناحية تانية بتبقى سارة قاعدة بترسم وهي مليانة غضب ورسمتها بتعبر عن طاقة الانتقام السوداء المكبوتة جواها وهالمز وهاري بيكونوا وقفين جنبها وبيوعدها هاري إنه هيحاول يهدي سارة على قد ما يقدر في اليوم التاني بيكون كيفين في الفصل وبيتناقش مع طالبة عنده في حاجة عندهم في المنهج فجأة بيقطع كلامهم جورجي اللي بيدخل على طول وبيعتذر عن التأخير بسبب إنه عنده صداعة في نفس الوقت ده بتكون هالمز في القوضة وبتدي الأطفال حقنة التطعيم الخاصة بيهم بس واحد منهم مش عايز ياخدها فبتحاول تشجعه على قد ما تقدر وبيدخل عليهم عامل النظافة وبيزعق للتلميذ اللي هو مش عاوز ياخد الحقنة ولكن بتمنعه هالمز من إنه يزعق لحد من تلميذها وبتطلب منه إنه يخرج برا وبعد ما بيخرج سارة بتتحول على هالمز وبتحسسها بالألم من تاني وبيبقى واضح إن سارة جواها روح بطاقة خبيثة بتخليها تتحكم عن بعد فبتخرج هالمز علشان تجيب باقي التطعيمات وبيستغل عامل النظافة الفرصة وبيدخل من تاني علشان يزعق للطلاب اللي مش بيسمعوا الكلام وما بيكونش عارف إنه بكده حفر قبره بإيده ده غير إنه بيزود مصيبته وبيضرب سارة بالعصايا فجأة بيلاقيهم يتجمعوا حواليه وبيحاول يهرب لكنهم بيقفلوا الباب ولما بيجي يفتحوا بيلاقي المقبض كأنه جمرت نار وبنلاحظ إن سارة هي المتحكمة في كل ده وبتستمد باقي قوتها من زميلها اللي بيعملوا كده بدون وعي منهم وبتخلي عامل النظافة يدخل العصايا في بقه ويخلص على نفسه بنفسه وأول ما بيقع على الأرض بيقعوا الأطفال لإنهم استنفذوا طاقتهم كلها ومن الواضح كده إنهم مش مجرد أطفال سكناهم روح أما في الفصل فكيفين بيكون بيبص الجورجي بطريقة غريبة وجورجي برضو بيبدلوا بنفس الطريقة وبيكونوا اللي اتنين مش عارفين إيه اللي بيحصل بالزبط وزي ما يكون في حاجة غريبة هي لمتحكمة فيهم وبيخرج جورجي من الفصل وبيروح لطلاب أصغر منه وبيطلب من واحد منهم فلوس وبنكتشف هنا إن جورجي شخص متنمر وبيفتري على الأضعف أو أقل منه لدرجة إنه ما بيصدقش إنه مش معه فلوس وبيخليه نط كذا مرة علشان يسمع صوت الفلوس اللي معاه بس فجأة قوة سارة بتصيبه وبيرمي الفلوس على الأرض وبيمشي أما سارة فبيتكلم معاها هاري وبيحاول يقنعها إنها ما تقزيش حد لكنها ما بيكونش متجاوبة نهائي وما بنكونش فاهمين هو ليه متكتم على قوتها الغريبة شخص غريب اللي بيهدده بإنه هياخدهم منه وكيفين بيبقى واقف وسامعهم وما بيكونش عارف هو أصده على مين بس في الحقيقة هو بيكون أصده على الأطفال سارة وأصحابها وبعد ما بيهدده بيمشي وبيسيبه وفي اليوم اللي بعده بيروح له كيفين للمكتب وبتبقى أثار الخن إباين على رقابته فبيربط هاري الكرافاتة بشكل أقوى علشان ما فيش حاجة تبقى بينه وبيسألوا كيفين عن جورجي وهل لو كان بيعاني من اضطرابات أو مشاكل عائلية فبيفهموا هاري إن جورجي طالب جديد ولسه مش ملمين بكل حياته بس على قد ما بيقدروا بيحاولوا يقربوا منه شوية فبيمشي كيفين آخر ما بيزهق من هاري وبيكون كيفين مع الطلبة في الفصل وفي عز ما هم في الحصة وبيحلوا المهام بمنتهى الهدوء والاجتهاد مرة واحدة طالبة منهم بيجيلها نزيف ولسه هيقول لها كيفين تروح للحمام بيلاقي طالبة تانية وبعدها التالتة والربعة لغاية ما الفصل كله بيجيله نزيف وبكده بيكون في رابط قوي ما بين قوة سارة وطاقتها وصحت وطاقت الطلاب في باقي المدرسة وبيفضل جورجي الوحيد هو اللي مش بيتأثر فبيكمل في الفصل مع كيفين علشان ينظف آثار نزيف الطلاب لدرجة إنه بيكون خايف وبيقول لكيفين إنهم كده ممكن يتعرضوا لمرض الإيدز بس حتى كيفين نفسه بيكون أرفان لدرجة إنه بيتقيق ولما بيخرج جورجي بيقابل زملته وبيبقى شكله معجب بيها فبيرتب معاها معاد وهو مرتبك وبيطلب منها يتقابله في آخر اليوم عند الصور وهي بتكون مبتسمة وما بتردش عليه وفعلا بيخرج جورجي وبيبقى قاعد عند الصور بس حد بيحدف عليه حاجة ولما بيبص مش بيلاقي أي مخلوق موجود وبتتكرر نفس الحركة لغاية ما بنلاحظ إن في قالب طوبة حدف عليه ولما مجاش فيه اتحدف تاني ووقع على الأرض فبيقوم جورجي وبيحاول يهرب على قد ما يقدر ومن ناحية تانية بيكون جرس الطوارئ شغال في المدرسة مع إنها بتكون فاضية بس بنعرف إن جان هو اللي بيتواصل مع هاري وبيعرفوا إن الأطفال نويين على الغدر بجورجي وبيجي هاري علشان يلحق ينقذه وفجأة بنلاقيهم اتجمعوا مع هاري وجورجي وببصلوا سارة وهي كلها طاقة انتقام منه وبيبقى واضح إنها بتخترق قلبه وبالرغم من إن هاري بيحاول يهديها إلا إنها بتبقى مصرة على موقفها وبتفضل تخترق في قلب جورجي لغاية ما بتفجره نهائي وبتقع بعدها على الأرض والتاني يوم المدرسة كلها بتكون في حالة فوضى والطلاب ما حدش منهم في فصله خالص وحالة الانضباط والهدوء اللي كانوا بيتميزوا بيها ما بقتش موجودة للأسف حتى الفصل اللي كان كيفين بيدرسله بيبقوا تحوله 180 درجة للأسوأ وكيفين بيكون مصدوم من الوضع اللي بقوا فيه وكل دو ما بيكونش لسه حد منهم عرف حاجة عن موت جورجي من ناحية تانية بنعرف من هاري إن سارة هي اللي كانت متحكمة في هدوء الطلاب ولإنه يعتبر حبسها وأمرها ما تقزيش حد فقررت ما تعملش للحلو ولا حتى الوحش فبيجيله كيفين على مكتبه وبيسأله عن جورجي وبيعبرله عن مدى ألق عليه وبيطلب منه عنوان أهله ولكن هاري بيرفض يدله على أي حاجة تخص جورجي بس لما المناقشة بتحتد بيقول له هاري إن جورجي مات فبيتصدم كيفين طبعا وبيكمل هاري في كتبه وبيعرفه إن عنده مشكلة في القلب وراسيا ومات بنوبة قلبية وبعد لوم كتير من كيفين لهاري أثناء حصيته بس بطريقة غير مباشرة بيقرر هاري إنه يعمل زي حفل تقبين على روح جورجي ويعرف الجميع إنه مات لإنه كان رفض أي الطالب يعرف بموت جورجي على اعتبار يعني إنه الطالب جديد ومالحقش يكون أي صدقات لسه وبنروح لهالموز اللي بتدور على علبة السجاير بتاعتها ومش بتلاقيها فبتقرر تكمل حصتها عادي وأول ما بتدخل لفصل سارة بتلاقيها بتوريها علبة السجاير بتاعتها فبتسألها هالموز هي جابتها منين بس سارة ما بتردش عليها غير بكلمتين وهم التدخين مضر وفجأة بنلاقيها بتبدأ تخنقها وتحسسها بألم رهيب في الرئة لدرجة إنها ما بتقدرش تاخد نفسها وبتحاول إنها تستنجد بأي حد لكن ما بتقدرش تتحرك وبنشوف خيال هالموز وهي بتقاوم الموت وبيبنق إن في دخان كتير جدا طالع منها وفجأة بتنفاجر كلها وبيقعوا الأطفال مرة واحدة لما تقتهم بتخلص أما كيفين فبيروح بنفسه لأخو جورجي الكبير واللي بيعتبر مربيه وبيسأله عن علاقته بجورجي فبيعرفه أخوه إنه كان طالب عادي زي أي طالب بس هو كان صعب الشخصية شوية ولكن كان ناوي يتغير وبيكمل وبيقوله إنه اتصل بيه واتطمن على أخباره في آخر يوم ودي كانت أول مرة يعملها فبيتوتر كيفين وبيردد في سره إن كل ده بسبب نوبة قلبية فبيسمعه أخو جورجي وبيقوله إن أخوه ما ماتش بنوبة قلبية وإن قلبه انفاجر وحتى الآن هو ما اندفنش لأنهم بيحللوه علشان يعرفوا إيه اللي أدل كده فبيترعب كيفين أكتر وبيمشي من عنده وبيروح للمدرسة بالليل بس بيلاقي هاريو معاه نفس الشخص اللي كان موجود قبل كده وواحد كمان وبيسمعه هو بيهدده بإنه هيسجينه لإنه كل الوفيات دي بسببه هو وأخيرا بنفهم الحقيقة وهي إن الأطفال بيتخلصوا من أي حد بيقوم بأفعال مسيئة أو مخالفة للأخلاق والدين وآخر حد كانت هالموز لإنها شربت سجاير وهي حامل وللأسف المرة دي بيغلط كيفين وبيعمل صدب عربيته وهو بيرأيبهم فطبعا بيحسوا بيه وفجأة بيلاقيهم عند شباك العربية فبيخرج منها وبيفضل يضرب فيهم كمحاولة منه للدفاع عن نفسه وبيهرب منهم للمدرسة لكن بيقرر الشخص اللي مع هاري إنه يدخل يهاجمه ويخلص عليه لإنه سمع كل اللي قالوه وأثناء ما بيكون كيفين بيجري منهم بيبقى هاري بيحاول يقنع الشخص اللي معاه إنه ما يتهورش بس سارة بتخلي الشخص دي يخلص على المساعد اللي معاه بدون أي إرادة منه وكمان بيخلص على نفسه وبتقع سارة واللي معاها كالعادة والغريب إن هاري بياخدها هي بس والصدمة لما بنعرف إنها بنته وبيدخل في معركة بينه وبين كيفين كبيرة جدا وبيبقى كيفين هيخلص عليه خلاص وكل دو سارة بتكون فقدة وعياها لغاية ما بيقدر كيفين إنه يسيطر عليه وبيقيت حركته وبيسأله كيفين هي مين وليه بتعمل كده فبيقول له هاري إنها تخلقت مميزة فقرر إنه يفيد بيها البشرية ويستخدم قوتها في السيطرة على الطلبة بحيث إن نسبة تركيزهم تزيد واجتهادهم يزيد أكتر علشان مدرساتهم تخرج عبقرة وبيكملوا بيقولوا إن اللي بيموت منهم بيبقوا أشخاص صيئة وما بيتغيروش فبيصرخ كيفين في وشه وبيعرفوا إن وجهة نظره غلط وربنا خالق كل إنسان بصفات معينة وكل واحد مسؤول عن تصرفاته ومش معنى إن بنته عندها قدرة خاصة يبقى يعتبرها هيبة ويستغل لها بطريقته لإنها ممكن تكون لعنة بس فجأة بتدخل صارة وبتسيطر على كيفين كعادتها وبعد مرور وقت طويل بنشوف كيفين وهو بيدرس في الفصل وفي طالب جديد داخل عليهم وبينتهي في الميناء أخيرا وإحنا شايفين إن كيفين أصبح في صف صارة بعد ما سيطرت عليه سيطرة تامة لإنه كان في نظرها من المختارين وبكده بينتهي في الميناء النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم